اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله هذا اليوم اتصالا هاتفيا مع فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف نعم وقد اعرب جلالته خلال الاتصال عن شكره على الجهود الخيرة التي يبدلها فضيلته في خدمة الاسلام والمسلمين وترسيخ مبادئ الدين الحنيف معربا جلالته عن تقديره لمساعي فضيلته في نقل الصورة الطيبة للمجتمع البحريني والذي تميزه على امتداد تاريخه العريق بالتسامح والاعتدال والتعايش الانساني بين مختلف الثقافات والاديان كما اشاد جلالة الملك المفدة بالدور الريادي الذي يطلع به الازهر الشريف في المجالات الفكرية والثقافية والحضارية ومواقفه الداعمة للقضايا الاسلامية والعربية ومن جانبه اعرب فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على مواقف مملكة البحرين المشرفة في دعم قضايا العرب والاسلام والمسلمين ترجمة نانسي قنقر